صباحكم بكل خير مشاهدينا مجددا والأجواء تبقى دي من مستقرة إلى غاية نهاية الأسبوع إن شاء الله أنتوقعوا بحول الله مثلما سلفت الذكر يوم أمس دخول الإضطراب الجوي تدريجيا بداية من مساء يوم الجمعة شوفوا التفاصيل والنماذج الرقمية طويلة المدى يعني بداية من يوم غد الفتح من شهر جونفي إلى غاية يوم الثلاثاء العشر من شهر جونفي نلاحظوا الحمد لله يعني هناك بوادر تشير بدخول الإضطراب الجوي يعني بوادر خير تشير على أن المنخفض لذات الجوي نتواجد بأوروبا بحول الله سينزل إلى حوض البحر الأبيض المتوسط يوم الرابع من شهر جونفي بحول الله لكن الأمطار ستكون حاضرة إن شاء الله حسب النموذج الذي أمامنا أقول على المناطق الشمالية الأمطار تكون حاضرة خاصة بشمال البلاد بداية من يوم السادس من شهر جونفي بحول الله يوم الرابع شهر جونفي أقول يدخل الإضطراب الجوي إلى الجهة الغربية للبلاد يعني المناطق الشمالية الغربية وحتى على الجنوب الغربي لكن بحول الله يوم المساء يوم الجمعة حتى صباحة يوم السبت المقبل يوم السابع من شهر جونفي إن شاء الله إضطراب الجوي هذا سيتواغل أكثر فأكثر تكون هناك أمطار اللحظة فيها تكون معتبرة بحول الله إن شاء الله يا رب تثبت هذه النماذج وإن شاء الله تكون أمطار أمطار خير وإن شاء الله يا رب يغيثنا غيثا نافعا خلال أيام المقبلة خاصة بعد فترة تنقلوا جفاف عشنا الفتاة جفاف طويلة شهدتها الجزائر إن شاء الله الأمطار تكون حاضرة مثلما نشاهد في هذا النموذج الذي أمامنا الآن وعلى المباشر بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله مشاهدين بداية من يوم غد الفاتح من شهر جونفي إلى غاية يوم ثلاثة بحول الله بداية سنة جديدة نحظو تبقى دي من درجات حرارة نوعا ما مرتفعة نسبين خاصة خلال الظاهرة وهذا على شمال البلاد نبقى دايما نسجن إن شاء الله ما بين حوالي 20 حتى 28 درجة كأعلى مقياس بشمال البلاد خاصة على المناطق الغربية والوسطى بالنسبة للمناطق الجنوبية تكون ما بين حوالي 20 إلى غاية كذلك 28 درجة يعني نفس الكتل الهوائية ستسيطر على أغلب ولايات الوطن بدون استثناء بالنسبة لفترة الصباحة والفترة الليلية هناك فرق شاسع في درجات الحرارة يعني الأجواء تكون باردة جدا يعني نحن نسجل دون الصف خلال فترة الصباحة والفترة الليلية رح تكون حوالي درجاتين تحت الصفر المرتقبة على أغلب المناطق الداخلية الغربية الوسطى والشرقية بالنسبة لشمال البلاد في المناطق الساحلية رح تكون بحول الله ما بين حوالي 5 إلى غاية 10 درجات أما بالجنوب الجزائر ما بين 3 درجات فقط كأدنى مقياس مرتقبة على كل من بشار بن عباسي ميمون غرداية المنيعة كذلك ورق لا أقول للمغير تقر تولى الجلال يعني أجواء جد باردة على شمال الصحراء وأعلى مقياس خلال الفترة الصباحة والفترة الليلية تكون حوالي 15 درجات أما عن حالة البحر مشاهدينا كما نلاحظوا يعني استمرار استقرار في مراكز الضغط الجوي وعليه تبقى دايما وضعية جوية مستقرة على سطح البحر هيكون بحر هادئ وجميل على طول الشريطة الساحلة مع رياح جد ضعيفة سرعتها ما بين 10 حتى 20 كرامتر في الساعة رؤية رح تكون متوسطة اتجاه الموجة إن شاء الله تكون مختلفة الاتجاه على السواحل الغربية تكون من غربية إلى شمالية غربية على السواحل الوسطى وحتى على السواحل الشرقية للبلاد مشاهدينا جواء مستقرة مرتقبة خلال الساعات المقبلة لكن الأمطار بحول الله رح تكون حاضرة بداية يعني ممتصف الأسبوع المقبلة وغل الاضطراب الجوي تدريجيا وتكون الأمطار أكثر غزارا وأكثر اعتبارا إن شاء الله يا رب يعني بداية من مساء اليوم الجمعة المقبلة إن شاء الله وتكون يعني أسبوع المقبلة يكون أسبوع ممتر وشتوي بحول الله يعني مع دخول السنة الجديدة إن شاء الله يعني تكون أمطار خير للآن مشاهدينا يعني كالعادة نروح إلى الجراء تونسون تعرف مع بعض على مدينة طبرقة يختار زوار طبرقة لموقعها الاستثنائي بين البحر والجبال شواطئ الرمال الذهبية محاطة بغابات من خشب الصنوبر تختفي المياه البلورية المرجان الأحمر الثمين في أعماقه الصورة الظلية المميزة لقلعة الجنوة التي تطفو على جزيرة هي شعار طبرقة بهذا مشاهدنا سليطي ورقة حوال التقصي نعود إلى طارق لاستكمال بقية الأخبار لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر